قاتلنا من أجل السلام نستعيد أرضنا وهي دي مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها وده أمر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة إنها تحمي بلادها وتحمي حدودها ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وانتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا وقد إيه أن الرؤية دي كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية وما تحقق فيها بيؤكد للوقت الآن إن كان سبق للعصر وتحقق لمصر السلام وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية وهنا أتواقف عند نقطة مهمة أكد عليها إن إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد إحنا دايماً زي ما اتقال كده من من زملائنا اللي تحدثوا قبل مني إن الحرب هي السلسناء الحرب هي السلسناء لكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية وأتصور إن إحنا خلال الواحد وخمسين سنة دول كان فيه اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية هي تبنتها وحماية حدودها وأرضها عشان كده النهاردة بعد بعد المدة الطويلة دي اللي بتصور إن إحنا كلنا المفروض نتوقف جميعاً أمام الحالة دي الحالة المصرية دي واللقاء ده اللي كانوا موجودين في الفترة دي سواء كانوا عندنا أو حتى كانوا في إسرائيل وهو ده اللي خلى أنا بقول لو يعني طبعاً يمكن كتير من اللي بيسمعوني ما عاشوش ممكن تقرأ عن الموضوع ممكن تقرأ عن الحالة وده كويس لكن فيه فرق إنك تقرأ عنها وإنك تعيشها